الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود والصلاة والسلام على رحمة المهدات سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملأ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظمت جميع خصاله صل عليه وآله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله في هذه الحلقة المباركة أريد أن أتحدث عن هذه المنجمة ليلة عبداللطيف ليلة عبداللطيف هذه المنجمة التي شاهدت ورأت البق ولم ترى في فلسطين الدق رأت البق ولم ترى الدق رأت البق في فراش الفرنسيين يعني هذه تدعي علم الغيب وتدعي رؤية الغيب وتنجم هذه المنجمة أخبرتهم أن الحشرات والبق ستغز فرنسا يعني رأت البق في أفرشة الفرنسيين ولكنها لم ترى خمسة آلاف صاروخ تضيع سماء فلسطين خمسة آلاف صاروخ تطلقها حركة حماس في سماء فلسطين لم ترها هذه ليلة عبداللطيف رأت البق ولم تردق حسبنا الله ونعم الوكيل إسمع يا مسلم إسمع يا مسلم إلى القرآن وهو يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله في صورة النبل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله هذه ليلة عبداللطيف تخبرهم بالمغيبات وتتلاعب بعقول الناس وهي عبارة عن توقعات مدروسة توقعات مدروسة العالم كله يعلم أن فرنسا هي بلد الطبات والجرذان والفئران وحيثما تنتشر الطبات والفئران والجرذان لابد أن يأتي بعدها الحشرات هذه سنة الله في خلقها إذا وجدت القذارة والأوساخ والعفونة لابد أن تخرج الحشرات فتأتي يتقول هي بعد أن درست وتأكدت خلاص أن فرنسا بلد الطبات والجرذان بعد أن تأكد عندها هذا واقعيا قالت وفرنسا ستغزوها الحشرات العالم كله يعلم أن البلد الذي يغزوه الفئران لابد أن تأتي بعده الحشرات لأن القذارة لابد أن تأتي بالحشرات حسبنا الله ونعم الوكيل يعني شافت البق في المطارح بتاع الفرنسيين وما شافت خمسة آلاف ساروخ فوق رؤوس الصهاينة لا حول ولا قوة إلا بالله اسمع إلى القرآن وهو يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو اسمع إلى القرآن وهو يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم يجمع الله الرسل الرسل فيقول ماذا أجبتم ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب في صورة المائدة الرسل ولا يعلمنا الغيب فكيف تعلمه ليلى عبداللطيف النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن هؤلاء الذين يدعون الغيب يقولون كلاما يحيه إليهم الجن الشيطان لأن الله تبرك وتعالى إذا قرر أمرا في السماوات إذا قرر أمرا يخبر به جبريل عليه السلام وجبريل عليه السلام يخبر الملائكة فهناك جن وشياطين يتلقفون السمع إذا تحدثت الملائكة فيما بينها فيأتي ذلك الشيطان إلى ذلك الإنسان الذي يتعامل معه فيكذب عليه مئة كذبة ومنها تلك الكلمة الصادقة فيعبر هذا الإنسان عن ذلك الغيب ويكذب ويكذب ولكنه يصيب في واحدة جزافا جزافا يعني جزافا وليس لأنه يعلم الغيب لا يعلم الغيب إلا الله إسمع إلى القرآن وهو يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب في صورة الأنعام إسمع إلى الملائكة وهم يقولون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم في صورة البقرة قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا حتى الملائكة لا يعلمون الغيب الرسل لا يعلمون الغيب إسمع إلى القرآن وهو يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما قضينا عليه الموت على سيدنا سليمان عليه السلام ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لا رسول يعلم الغيب ولا ملك يعلم الغيب ولا الجن يعلمون الغيب ولا الإنس يعلم الغيب إسمع إلى القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول أي أن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يطلع أحدا على الغيب أوحى إليه إلا من ارتضى من رسول الله تبارك وتعالى يطلع رسله على الغيب سواء كانوا من الملائكة أو كانوا من البشر وآخر الرسل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمع إلى القرآن وهو يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ظرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لستكثرت من الخير في صورة الأعرف اسمع إلى القرآن وهو يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين فهذه المنجمة التي فتنت الناس وفتنا قصار العقول بها هذه دجالة هذه دجالة تخدع الناس وتكذب عليهم ما هي إلا هرطقات وخربقات وخرطقات وأكذيب تنشرها بطريقة ذكية والإعلام يحب هذا وقصار العقول يصدقونه ولكن الإسلام يأبى هذه الخرافة والحمد لله أن تلك الصواريخ التي انطلقت من غزة يعني لم تسقط على الصهارين فقط وإنما سقطت حتى على أنصار الكذب والخرافة والدجل ورحت لها مرة في شلف مرة في شلف رضي الله عنها في شلف شافت وحدها في الصوق تشوف لهم في يدها في يدهم تشوف لهم رحت لها قدام الغاشي قتلها شوفي ليه راشي ليه في فرنسا ابدا تشوف لها قتلها هوليه كاني نشوف فيه راهوا مع مرة بلوندا هاكذا أو مع بلوندا أو قتع الطريق أو تخل الفندق أو في الغرفة يعني كاميرا تحت خدمة أروع ما يكون فلما كملت جبدت لها شهادة الوفاة قتلهم يا ناس هوليه كرشلي عنده عامين مليمات لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله فدمرتها تدميرا النسقع يشوفوا وهي تكذب هذه الشوافة القزانة العرافة في النهاية قتلها لك شهادة الوفاة زوجي عنده سنتين مليمات رضي الله عن هذه المرأة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر